تعايا يا حباب كل سنة وانتو طيبين يا حباب يبقى بدفتر اول يوم رمضان عملنا بطه وعملنا محاشي وعملنا ملوخية والسنة عصفور وعملنا حاجات جميلة جدا هنزل لكم برضو فيديو تاني بالحاجات وبالتفاصيل بتاعتها ودفتر تلات عائلات تلات أسر الأسر مقوانة من خمس تفراد دفتر خمساشر فرض هنا بقى بنعمل مهلبية وبنعمل أمر الدين عملنا أمر الدين ونحط علينا مهلبية بالكستر كده هنحطها جميلة برضو هنزل لكم الفيديو بتاعها في فيديوهات هنزل لكم برضو جميلة الحاجة بالتفاصيل بتاعتها بس حبيت أشرككم معايا في الحاجات الجميلة ديات كل سنة وانتو طيبين يا حباب قلبي وهنا بقى عملنا كنافة عملنا برضو سنعتين كنافة بالمنجا وكنافة سادة بالمقصرات أهم حاجة بقى تعملها باستمنى البلد كده تبقى جميلة حاجة اللهم بارك بس اتمنى تشاركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد يا حباب قلبي برضو الكنافة بص سهلة جدا انت بتحطها في الفرزر وتطلعها هتعملها كده وتتيني اهم حاجة الصينية سامنا كويس جدا وتحط بقى ايه زي ما انت عايزة برضو هنزلوك الفيديو بتاع الكنافة بحاله سامحونا عشان تعبانا والله بجد مش قادرة فقلت لازم اسجل لكم هنا بحط الكنافة بص الله مبارك هي دي بتاعت المكسرات طبعا الفطار مع الحباب بيبقى حلو يعني ما بتشترك كده ثلاث عائلات بيشتركوا مع بعض بيبقى احلى فطار اول يوم لو انت بيبقى عايز اللامة وعايز الحباب فربنا يبارك يا رب هنا دي انا عملتها اول حاجة اللي هي بالمكسرات اللي بالمنجة بقى نفس الكسة بس هتبقى ايه من غير مكسرات ولا اي حاجة يا حبيب قال هنا بقى اشغل الفرد على درجة 180 واحطها تلعت اهم حاجة كنافة بردة والعسل سائع وصلى الله مبارك هنا بقى بس ايها السكر العسل انا طبعا كنت عاملة معكم فيديو للشربات هنا زائتها اللي هي بالمكسرات دي بقى اللي هي بالمنجة انا هنا كان عندي كريمة لباني وجبت كريم شانتي عملتهم في بعض مش عايزها تبقى تخين انا هخلي كريم شانتي ايه سائل كده هخلص واحطوا بقى وارجعلكوا تانا مش عايزة طول عليكوا عشان الفيديو مبقاش طويل انا هنا حطتهم وهجب بقى المنجة بتاعتي وزوقها وصلى الله مبارك طعمها جامل جدا هنزلوكو الفيديو بصوا التكات والحركات بتاعته جاملة جدا والتفاصيل حاجة كده اللهم مبارك عشاء كنافة بالمنجة بقى يا حباب قالي وبقى تعاموا هوريكو البطاية بقى وانا حاشينها بقى هنا لما صلى على النبي ورق عينة بصلى الله مبارك طعمها حكاية في الفرن كده بصوا بس اشتركوا في القناة عشان تشوفوا اللهم مبارك اهل حاجة افطر اول يوم ده مع الحباب والاهل والاسحاب يا جماعة ده قسم بالله افطر خمستاشر فرد مش فردين ولا تلاتة لا خمستاشر فرد واكتر من خمستاشر فرد كمان لما بتشتركوا وتتلموا مع بعض في اول يوم ده بتبقى حاجة جاملة جدا صلى الله مبارك من اولاد لأسر لكده بتبقى حلو كل سنة وانتوا طيبين اتمنى تشتركوا في القناة محاول